اشتركوا في القناة اللبنات الاساسية التي وضعها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حتى اصبحت اليوم مفخرة وطنية كما رسم لها جلالته واجعلها امتدادا للمبادئ والقيم التي قادها الاجداد في الدفاع عن الدين والوطن وصون الارض والمكتسبات مشيرا سموه الى ان قوة دفاع البحرين وبفضل دعم ومتابعة جلالته سيبقى هدفها الاسمى والانبل هو حماية الوطن والدفاع عنه والحفاظ على امنه والسقراره وصيانة مكتسباته الوطنية والمشاركة مع الاشقاء والاصدقاء في حفظ سلامة وامن المنطقة والعالم واضف سموه لقد وضع صاحب الجلالة الملك المفدى استراتيجية واضحة المعالم لقوة دفاع البحرين حتى حققت نموا مضطردا في مختلف اسلحتها وتشكيلاتها لتكون على اهبة الاستعداد للحفاظ على امن الوطن وسلامته والحفاظ على ما حققته المملكة من منجزات حضارية لتمتد جهودها لخدمة المواطن البحريني من خلال دورها التنموي المتزايد كما قامت بدور انساني عظيم دوليا بالمشاركة في الاعمال الانسانية والاغاتية في المنطقة والعالم مشيرا الى ان الاداء المتميز لكافة منتسبيها والاندباط الذي تتمتع به والبسالة والاقدام لمنسوبيها وتنفيذ المهام بمنتهى الدقة والجهزية الدفاعية والقتالية والكفاءة العسكرية جعل منها مصدر زهو وافتخار للقيادة الرشيدة والمواطنين ومصدر اعجاب خليجي وعربي ودولي ومثالا يحتذا به ونموذجا على مستوى المنطقة والعالم وتابع العبيد الركين سمو الشيخ ناصر بن حمد ان قوة دفاع البحرين قامت على مدار السنوات الخمسين الماضية بتنفيذ ادوارها باحترافية وكفاءة عالية اهمها حماية امن الوطن ضد اي معتد آثم يحاول النيلم وظلت البحرين امنة مستقرة بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم بروية القيادة الرشيدة وتكاتف ابناء الشعب البحريني وتضحيات منتسبي قوة دفاع البحرين رغم ما مر بالمنطقة من ازمات ورغم ما حيك للوطن من مخططات ارهابية حاولت النيلم من انجازاته ومقدراته وعهد سموه جلالة الملك المفدى ان يبقى وجميع منتسبي قوة الدفاع رهن اشارة جلالته والحفاظ على امن البحرين واستقرارها وقطع الايدي التي تمتد لتنال من الوطن ومنجزاته وامنه لتبقى راية البحرين محفوظة بأيدي منتسبي قوة الدفاع وعالية خفاقة والمشاركة مع الاشقاء في حماية المنطقة ودعم الاستقرار والوقوف في وجه الارهاب ودعمه اشتركوا في القناة